في فرنسا ولد عماد وفيها ترعرع ودرس لم يكن يعلم أن مصيره سيكون القتل على يد مسلح ينتمي لبلد جار لوطنه الأصلي وباسم الديانة نفسها التي يدين بها هو أيضا قبل أيام على وفاته وضع عماد بنزيتا إعلانا على الإنترنت يعرض فيه دراشته النارية للبيع مشيرا إلى طبيعة عمله في القوات الفرنسية تواصل عماد مع الجاني محددا يوم الحادي عشر من مارس موعدا لمعاينة الدراشة النارية في المكان المتفق عليه تعرض عماد لإطلاق نار من طرف الشخص الذي تواصل معه أقيمت مراسم تأبين للراحل ترأسه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي نوها بمصار عماد وقال إنه قدم في أقل من ثمان سنوات من عمله خدمات مشرفة في مختلف مواقع العمليات بالقابون وإفريقيا الوسطى والتشاد وكودفوار أضفت عليه الحكومة الفرنسية صفة متوفة من أجل الأمة ومنحته وسام جوقة الشرف من درجة فارس نقل جثمان عماد إلى المغرب وفي مدينة المضيق أوريا الثراء فيما بعد أعلن أن الجاني هو إرهابي من أصول جزائرية يدعى محمد مراح وأن عماد كان الضحية الأولى وقبل أن يلقى محمد مراح حتفه بعد أيام على يد الشرطة الفرنسية قتل ستة أشخاص آخرين من بينهم جندياني بالإضافة إلى ثلاثة أطفال ويهودي